موسيقى السلام عليكم النهاردة بقى في حلقتنا هنبتديها بالفقرة الطيبة وليه انا يعني سمتها الفقرة الطيبة من غير مقصد لان الفقرة دي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سدنا النبي عليه الصلاة والسلام وفيها كده ازاي نمشي في طاعة الله ببساطة من خلال مؤسسة نبض الحياة والحقيقة هي من المؤسسات الثقة وحنشرح ليه هي من المؤسسات الثقة بعد ما رحب بضيفي الاستاذ عبدالعزيز رضا المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة شرفتني يا فندم وأنستني اهلا وسهلا بحضرتك احنا متعودين في الفقرة دي بي نبتديها بالصلاة على سدنا النبي فنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النوري وأهله مؤسسة نبض الحياة صنعت ثقة الحقيقة في فترة من ساعة ما ابتدت لحد دلوقتي ويا رب تستمر مدى الحياة لأنها بتساعد المحتاجين وبتشاور لنا كده على سبل طاعة الله وثبتت مصداقية من أول يوم لأن أعملها رؤى العين ويمكن المؤسسة الوحيدة اللي بتخاطب الناس أي حد عايز يتبرع من فضلكو يشرفنا ييجي معانا يشوف الحاجة اللي هو مبرع بيها فين لو عايز يعمل وصلة ميا وعايز ييجي معانا أهلا وسهلا ييجي ويشوف ويقف على الحكاية وهي بتتعمل من أولا لأخيرها لو عايز معانا أي حد بيحط فلوس في أي منحة من مناحي الخير في مؤسسة نبض الحياة ييجي وخاصة وقف النخيل اللي هو يعني نبض الحياة بقت هي وقف النخيل هذا الفكر العظيم الجديد علينا أن يبقى فيه خير من خلال وقف معين وهو وقف النخيل فكلمي حضرتك الأول عن وقف النخيل والعظم اللي حصلة وقلي السر بقى لأن أنا روحت بقى هناك وشفت بنفسي روحت وقف النخيل في الوحاة وشفت بنفسي طبع إيه سر الإنجاز السريع بسرعة لا منطقية يعني أنا روحت مرة بعدها بشهور قليلة قوي روحت تاني لقيت حاجة تانية ولقيت شغل عايز آلاف من العمالة اللي يشتغل فيه مع أن العدد العمالة مش بدرجة أن يتزرع الكام ألف نخلق لا نشفت بنفسي الله تبارك الرحمن يا ربي يزيد طيب هبتدي من السر السر أن ربنا سبحانه وتعالى في صفاته العديد من الصفات اللي بيكسب نحن كبشر منها فربنا سبحانه وتعالى صفته القدير وربنا من صفة القدرة دي أنا بشوف أنه امتنى علينا بأن أعطانا القدرة في مزرعة الوقف الخيري الخاص بمؤسس نبض الحياة في أن احنا ننجز في أقل وقت ممكن ما لا يمكن إنجازه وده يعني سبحانه الله ربنا سبحانه وتعالى لما اختصنا وميزنا بالصفة دي كان لي حكمة والحكمة دي حضرتك أن احنا في خلال سنة احنا التارجد بتاعنا كان خلال ثلاث سنوات نكون زرعين ألف فدان الثلاث سنوات دول احنا نفذنا الألف فدان فيهم ستين ألف نخلة لأن الكدرة الاستعبية للفدان الواحد ستة ألف نخلة أي فربنا سبحانه وتعالى أستاذة نشوة امتن علينا بفضله وكرمه وخلنا اللي احنا مستهدفين تنفيذه في ثلاث سنوات دي قدرة فدي لا تفاصل غير بالنياة قدرة ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بيها وساعدنا واحنا لمسنا ده في الشغل وفي العمل الحضرية بطولة حجم العمالة ممكن ما يكونش مؤهل الانجاز المستمر السريع على أعلى مستوى كمان هو مش متنفذ يعني هو ايه يلا بكروتة علماء في كل مجال أنا شفت بنفسي المحطات الطاقة الشمسية ايه العظمة دي أنا هقول لحارتك حاجة أنا ادخلت القوضة لجنب المحولات وجنب محطات الطاقة الشمسية اللي هي فيها المواتير اللي بتسحب من الأبار علشان تعدي على المحطات أنا أول مرة أدخلها لما كنت في الزيارة الأخيرة في المزرعة في الموسم بتاع الزراعة الاستثنائي المحطات الوحدها إنجاز يعني محطات التحليل الوحدها إنجاز فتخيل حارتك أنت عامل مزرعة البنية التحتية بتاعتها سواء كانت فيما يخص الأبار فيما يخص محطات الرفع فيما يخص خطوط التوزيع والتنقيط لرأي الاندخيل فيما يخص حفر الجور فيما يخص الصوب يعني حضرتك تخيلي حجم الإنجاز ده كله احنا نفسنا بالمنطق العلمي حطله ثلاث سنوات علشان نوصل اللي احنا وصلنا له ربنا كرم من عشرة 2021 نهاية الموسم النهائي بتاعنا في عشرة 2021 اللهم صلاح لأ حقول بقى حاجة تانية يعني استكمالاً لكلام حضرتك ليه قلت في الأول إن مؤسسة نبض الحياة صنعت ثقة في وقت وجيز ال�ثقة دي بقى اللي احنا بنقوله ده مش كلام ما ممكن إيه أي جماعية أو مؤسسة تتمجد في نفسها غير إن احنا بنشوف تقارير برؤى العين غير إن أنا رحت أنا وغيري وشفنا والناس اللي بتزرع النخل بنفسها وشفنا إحنا يعني عشرات من الاتوبيسات بتروح عشان كل واحد يزرع نخلته الدولة الدولة لما في الأول خالص تدي المؤسسة عشرة فددين في ودي النطرون وتشوف الدولة إن الناس دي أنجزت فتقوم الدولة مدية الناس دي ألف فدان فالإنجاز بدل ما الدولة شافت متمثلة في معايا المحافظ سيادة اللواء الدكتور محمد الزملوت شاف إن الألف فدان ونزل بنفسه وشفنا برضو تقارير وسيادته بيتابع بنفسه شاف بنفسه إن الألف فدان اللي مفروض يقف ثلاث سنين يتزرعوا تزرعوا في سنة فيديهم 800 فدان كمان ماشاء الله لا 8000 فدان 8000 فدان 8000 لا 8000 سيادة المحافظ داكم 8000 أيوة صح 8000 دول 8000 فدان لا أول حاجة التانية كمان إن الكدر المدة زمنية يعني يا فرنم بعد الألف فدان يعني لو هو سيادة المحافظة مش ديكم كمان إيه ألفين لا يعني ضعيفين لأنه شاف قد إيه فيه ثقة حجم الإنجاز والثقة الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى منع علينا بيه وكمان حضرتك إحنا المدة الزمنية اللي الدولة مخصهلنا في زراعة الأرض كانوا خمس سنين مش تلاتة التلاتة دول إحنا حطناهم طبقا لتوجهات الدولة في الإنجاز وإحنا لازم رئيس في أي مشروع هو بيحب يكسف لا هياخد تلاتين لا بقدرتنا إن شاء الله وما جدنا مفيش حاجة سماء اليوم مش 24 ساعة اليوم 28 ساعة فهلا فهل الزبط من ساهم وكل من تبرع علشان أقول له اطمم معانا وعلشان دايما السادة المتبرعين اللي بيتواصلوا معانا ويقولولنا إحنا عايزين اطمم فين الرخامة بتاعتنا اللي من خلالها أنا سميت نخلتي فين الرخامة بتاعتي اللي عليها رقم الكود بتاعي حضراتكم شايفين دي المرحلة التالتة ده رخام المرحلة التالتة كل رخامة زي ما احنا شايفين الاسم الكود تبرعها للمؤسسة عدد الرقام المعروض قدام حضراتكم توصيق لتبرعكم في المرحلة التالتة النهاردة بننهيه النهاردة بنتمه علشان نقول يلا بنا نستعد للمرحلة الأخيرة علشان نقول وإحنا دخلين لزراعة 250 فداني الأخيرة ما عندناش مشكلة زير ومشاكل كل حد تبرع بنخلة في مؤسسة نبض الحياة المؤسسة نفذتها المؤسسة أتمت عملها مع حضراتكم في الثلاث مراحل على أتم موجه والنهاردة احنا بنستعد معاكم للمرحلة الرابعة الكاميرا معايا وإحنا شغالين هتعرض لحضراتكم الفخر الخاص بالوقف الخيري والاستثمار الخيري اللي مش موجود على مستوى جمهورية مصر العربية مش خمس فددين مزرعين ولا عشر فددين مزرعين احنا بنتكلم في زراعة ألف فدان عرض هو اللي بيشرح عرض هو اللي بيقول مؤسسة نبض الحياة على مدار السنة اللي فاتت من موسم عشرة اللي فات لموسم عشرة الحالي عملت ايه ونفذت ايه حضراتكم معانا تلت مراحل خمسة واربعين ألف نخلة تم زراعتها تم رعايتها تم تنفيذ مشروع وقف خيري على أكمل وعلى أتم وجه وفضلنا بس المرحلة الرابعة دعوة سارع بالمشاركة والمساهمة مع مؤسسة نبض الحياة في المرحلة الرابعة معانا خمستاشر ألف نخلة يلا مين هيكون معانا مشارك في المرحلة الجديدة علشان يكون ساهم في الصدق الجارية المستمرة لأكتر من عمره وعمر من يليه وعمر من يليه متظرين مساهمتكم وعايزين نقول مرحلتنا شغالين فيها من الآن والحد آخر شهر تسعة معاكم وليكم وبيكم في الخير دايما مستمرين معاكم وبيكم في الخير مستمرين بإذن الله الخير ليكم ولنسلكم يعني أولادكم وأحفادكم وأحفاد أحفادكم بإذن الله إلى المال النهاية صدق جاريا كده عداد إن شاء الله حسنات لكل واحد متبرع في وقف النخيل إيه العظمة؟ إيه العظمة اللي أنا شايفها؟ وإيه الإنجازة اللهم صلى عن النبي دا؟ الحمد لله فخر يستدعي العرض دايما بقول كده لأن لما بنروح الماتيريال اللي حردك شايفها معروضة والسنة شوى ده أرض الواقع ديه أرض مؤسسة نبض الحياة ده الألف فداني اللي ناس تعبت وكدت علشان تزرعهم وعلشان تحقق منظور الصدق الجارية اللي السادة المتبرعين سهموا معنا بيه طيب نوضح للناس برضو أنا واحد أول مرة يعني أول مرة تفرج على الفقرة وعلى البرنامج قل لي فلسفة النخلة دي يعني أنا يعني إيه أزرع نخلة هتبقى صدق الجارية الصدق الجارية هي إيه؟ الصدق الجارية هي عمل حضرتك بتقدميه كصدقة ولكن ما بتنقطعش بتقدمها بتفضل مستمرة دي فكرة الصدق الجارية فإن أنت تقدمي مبلغ مالي أو أي شيء آيا كان وليه استمرارية في الاستفادة منه أيوة مش بينقطع بمجرد تقديمه أيوة دي الفكرة من الصدق الجارية في وقف النخيل أوضح للناس يعني أنا مثلا لو شفت حد كده على قد حاله فدت له ألف جنيه الألف جنيه مجرد ما ديها له خلاص دي صدقة لكن لو أنا عايزة الألف جنيه دي بدلا ما يبقوا مرة ويخلصوا لا يبقى كل سنة لو نصيب لو ألف جنيه حتى لو أنا مش موجودة مكالما بارح غريبة جدا من المكالمات إحدى الاستاذ المتبرعين لقيتها طلبة تتكلم معي فكلمتها فلقيتها بتقول لي أنا دفعت لكم ألف جنيه وتقريبا كده أنا أتميت الثلاث تلف وفضل عليها ألفين وقيت لها تقريبا كده قال لي حضرتك بدفعت إيه قالت لي ده أنا بدفع في المرة الواحدة ميتين جنيه وبقال لي سنتين بدفع يعني حردك متخيلة أن هي بتتبرع كل مرة بمثين قصة نخلة عايزة توصل لمرحلة الإنها مفيش ما عندهاش خالص فبتقول أنا عايزة أعرف أنا دلوقتي ألفين ولا تلات تلاف لإن أنا مش متأكدة طبعا رجعنا السيستم ورجعنا التبرعات بتاعتها ولقينا أن هي أتمت تلات تلاف جنيه وفضل لها ألفين جنيه الله أكبر وعايزة أقول لحردك أن أنا قلت لها بغض النظر أنت أتميت أو لم تتمي هنعمل لك النخلة هنعمل لك النخلة بتاعتك نخلة تتعمل وفعليا عملنا فعليا لها الصدقة بتاعتنا بارح لأنها شوف حردك قد إيه حريصا أن هي عايزة تساهم في فكرة الصدقة الجارية يا رب هي عايزة تكون بعد ربنا أديها طلط العمر بعد انتقالها تكون عندها حاجة بتاخد من خلالها عدات حسنات شغال فدي فكرة الوقف الخيري ده ألف فدان مزرعين لأننا بيقصفني إحنا فتحين دعوة لكل مؤسسات المجتمع المدني ولكل الجمعيات والمؤسسات والنقابات أي حد حابب يشارك في فكر استثمار ليه عائد استثمار يصرف على أنشطه بنقولهم تعالوا معنا إحنا فتحنا الأرض الجديدة وفتحنا باب المشاركة بيها فيها وتعالوا معنا اشتغلوا معنا وتعالوا اتعلموا من التجارب اللي إحنا مرنا بيها لأن إحنا لنا واقع التجربة لا يعنيش أفهم برضو حضرتك بتقول لي أي مؤسسة أو أي إنقابة أو أي جهة عايزة تستثمر وعائد الاستثمار بتاعها تاخده هي براحتها تحطه في مناحي الخير تقدر تيجي مش بس في مناحي الخير ممكن يكون هو بيعمله كعائد استثماري ليه بيصرف على شركته مش شرط يكون بيشتغل في الخير بس ده استثمار زي بالزبط نظام الودايع نظام الشركات ده استثمار خير نظام يعني أي حد بدل ما أنا روح أحط فلوسي في بنك مثلا واخد عليها ربح صغير أجيب فلوسي وأقول لك أنا عايزة أستثمر مثلا استثمر لي المئة ألف جنيه دول هل في تعاقب بحب أبيني وبينك؟ طبعا في شركة بنعقدها ما بيننا وما بين أي حد حابب يمارس الاستثمار ده وده متاح لنا وإحنا مرنا بتجربة الحمد لله كالينا صبق فيها وعايزين نقول للناس ده وقع تعالى شوفه يعني أنا دايما بدأ الناس نيها تيجي تشوفه وتيجي بيعنيها لأن في ناس كتيرة جدا مؤسسات كتيرة جدا ليه لأسف بتزرع بس مجرد خمسة فدان ثلاثة فدان عشر فدان حسب لا ده أنا أقولك بقى على حاجة ضيئة أكتر في مؤسسة يعني أو يعني كده يعني مش عايزة مش أقولي الاسم يعني طبعا بتاخد هذه التقارير آه بالضبط وتنسبها لنفسها وده اللي بيقصفنا جدا وده اللي أنا زعلنا منه في إيه؟ يعني سمحني لما أنا أخد مجهود آخرين وأنسبوا لنفسي فأنا كده بأدلس طبعا وبجذب طبعا هل المسلم يجذب؟ لا فلما تبقى جاهة بعتبرها جاهة في طريق الله وتبتدي نشاطاتها بالكذب أنا حصق فيها إزاي؟ بالضبط ربنا سبحانه وتعالى خصنا بقية في القرآن الكريم وقال بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني ربنا شجعنا إن احنا نتنافس في مجالات الخير علشان نوصل لأفضل نتيجة فنتعلم من بعض يعني أنا دايما ببص لللي سابقني بخطوة علشان أتعلم منه ودايما ببص لللي متأخر عني بخطوة علشان أفيده يا فندم دالبش مهندس أمجاد مورجان رئيس مجلس الدراء وكان معانا من فترة قال حاجة أنا في صراحة الله يكريم يعني من أسبوعين تقريبا ممكن قال أي جهة عايزة تتصل تستفيد بخبراتنا حتى وده حاصل تسألنا أنتوا عملتوا إيه حنقول لها وطوله ما شاء الله قال ياريت مؤسسات كتيرة محترمة جدا عندها منهجية وعندها آلية ومؤسسات ضخمة بترجع لنا بتقول لنا تعالوا نعمل معنا معاكم عقد استشاري تعالوا نعمل معاكم عقد مشاركة الشكل اللي يتناسب لكم ولكن انتوا ليكم سابق تجربة فأنتوا هتفيدونا مش هنمر بالأخطاء اللي انتم مردوا بيها أيوة وده وقع التجربة ده وقع التجربة اللي احنا فيها النهاردة فعلشان كده بس دايما بقول لأستاذ المتبرعين ساهم متبرع ولكن تحرى المساهمة بتاعتك ما انتوا بتقول لهم تحرى تعالى معايا طبعا الاطرفاتني لو انا عايزة اشارك في نخلة ولا لسه عندي برصة لسه شغالين لحد واحد عشرة أيوة لان احنا عندنا 15 الف نخلة طبعا الاقبال يعني انا بيكلموني والله اصحابي بيكلموني بيساهموا بشكل كبير جدا دكتور الأسنان انا شغال معاول مبارح فقال انا شفت التقارير بتاعتكم فانا عايزة اعمل صادق جاريا الولدي يا ما شاء الله يعني الناس كلها بتسارع انا عندي 15 الف نخلة 15 الف نخلة دول احنا شغالين في العد التنازلي كل يوم العداد بتاعنا يا رب يا رب كل يوم العداد بتاعنا الحمد لله والناس مستوعبة والناس فهمة وعارف يعني وقف النخيل يعني انا لسه عندي اهو زمن قد روصا شهر مثلا اه تقريبا شهر اقدر خلاله ساهم طبعا حتى لو انا معايش الخمسة تلاف جنيه كلهم انا معايش تلاف تلاف وهقول لك خدوا انه بيعملي نخلة طبعا وهقصط لك الباية طبعا متاح طبعا وده احنا عملنا فعلي انا انا مبارح يعني احنا بنقابل مواقف كتير جدا يعني الوقت لو بيسعنا ان احنا نعرضها بنقابل مواقف كتير جدا مع السادة المتبرعين تخلينا انا عايز اقول لحردك حاجة الفكرة من العيد الاستثمار الخير ده انه هو يخليك يبقى عندك اريحاية في الصرف على انشطة الخاصة بالمؤسسة بتاعتك انا حصل معاي موقف مبارح يا سيد ناشوة صعب جدا معاي على تليفوني احد الزمله بعتلي من اسبوع قال لي فيه حالة مرضية ظروفها كذا 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 شرح لي الظروفها وديه التقرير الطبية بتاعتها محتاجين ساعدها في قرب وقت ممكن توجهت مباشرة فروطت الرسالة بتاعته لقسم المشروعات عندنا والناس المختصة ببحث الحال كان يوم الخميسة عندها الاستاذ محمد جمال بيعمل لها بحث ميداني وبيشوف الحالة ودرسنا الحالة والمفترض ان كان منعقد اجتماعي النهاردة شوفي ما دا الصعوبة اللي احنا فيها علشان نصرف الحالة دي المساعدة المالية بتاعتها اللي هتساعدها في العلاج بتاعها جالي رسالة من برح الصبح والله ان الحالة توفت لا اله الا الله فانا بتعامل مع الحالات الحرجة بمنطق ان التسارع مع الزمن فده الفكر اللي خلانا نبدأ نقول يا جماعة مش كل حاجة التبرعات ما تفتحوا بند جديد والنبي مش كل حاجة التبرعات لا اسمه انا هتبرع لحالات الغفلة ان على غفلة كده بيجي حاجة او حالة زي الحالة الوفاة عندنا كتير جدا الله يرحمه ويحسن انه وامهاته عندها اطفال فلازم لما حردك بتبص الحجم الملف اللي انت بتتعاملي معاه في مساعدة الحالات الاجتماعية ملف شائك وملف صعب وبيبقى بالنسبة لنا لو احنا تعاملنا مع ابتهاون انا بتعامل مع الملف ده تحديدا مش زي الميا ومش زي تجهز العراس ده حاجة طرارية اه الطرارية وطرارية ولازم تنفيذها في اسرع وقت وده الفكرة بقى من وقف النخيل وقف النخيل ده زي ما بنقول كده ضرة التاج الفخر اللي احنا بنعرضه علشان نعم بيه على المجتمع بتاعنا ونخلي الناس كلها تبدأ تمارس سلوك ايجابي ينتج على مؤسسات المجتمع المدني بعوائد استثمارية تخليها تقدر تصرف على الانشاطة بتاعتها فنخلي بلدنا في احسن حال يا رب واهل بلدنا الطيبين واهل بلدنا الطيبين يعني حضراتكم ده دول دول سادتنا لفقد مجنع طبعا دول احنا الخدام ليهم يعني احنا الواقع بتاعنا العملي احنا الخدام للناس دي ربنا يجعلك كده في طريق الخير دايما ويعني يكرم والديك ويكرمكم جميعا يا رب كل الناس اللي شغالين في مؤسسة نبض الحياة وحافكركم برقم الساخن خمستاشر سبعمية واربعين خمستاشر سبعمية واربعين واحد خمسة سبعة أربعة زيرو ده رقم التريفون الساخن ربنا دلنا على الطريق ده لاش نتلقع شكرا يا فندم شكرا لحضراتك شاركتيني شكرا لحضراتك متشكل حضراتك جدا الله يخليك الله يخليك يا فندم للأسف الفقرة دي خلصت استنوني الفقرة الجاية هتعجبكو جدا جدا واي حد من اللي بيشوفنا عنده اي استفسار يخص الدرائم يتصل بنا ويستعد كده كل الأمور اللي عندكم مشكلكو هتتحل بإذن الله استنيني الفقرة الجاية